ده كلام مهم جدا في الأصول وخلينا أقول لكم أنه المونسعد هو بيأكد على هذا الإرث المتراكم من قرارات وتقاليد النادي الأهلي مثلت هذا الدستور الحاكم لو تفتكروا جائزة الإبداع للنادي الأهلي أخذها أخيرا لكابتن الخطيب كانت تكلم على هامشها في هذه الجزئية كانت عن إيه؟ عن العمل أفضل عمل مؤسسي لمؤسسة رياضية وبالمناسبة جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي جائزة معتمدة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي في العمل الإداري والإبداع فبالتالي أنت وصلت القمة التقدير العالمي للأداء المؤسسي بتاعك فهتبقى في كل خطوة بتخطيها حريص على تعزيز مفهوم العمل المؤسسي اللي المهندس عدلي أشار إليه في جزئية لما تثار حاجة تتحسم إزاي مفيش أهم من كرة القدم في النادي مفيش أهم من كرة القدم في المتابعة الشعبية بتاعتها مفيش قبل المدير الفني في الجهاز الفني فلما يتعلق الأمر بمسر بيتشو موسماني الرجل حديث العهد بالعمل في مصر دي أول سنة ليه مع النادي الأهلي ما عندهش دراية على نظام العمل في النادي وده أول عقد يجدده أو أول مرة تصار فكرة تجديد العقد بالنسباله فجديدة عليه الفكرة أنه يبقى موجود في حدث إعلامي فيسأل فيتكلم على تفاصيل في شأن عقده هنا المسألة يسأل على لاعب فيجيب أو أين كان أو يستدرج للكلام في المنطقة اللي النادي الأهلي حسب نظامه الإداري السابت ما بيدخلش فيها في الإعلام ومش مكانها المنصات الإعلامية فكانت النتيجة إزاي تعالج هذا الأمر بالحفاظ على استقرار الفريق وعلى طبيعة العمل في النادي الأهلي وعلى العلاقة مع ميستر بيتش موسيماني في كل الأحوال زي ما المهندس عدلي أشار برضو إنك أنت ما طلعتش ترد عليه وإلا دخلنا في سجال إعلامي ما يصحش يحصل ولا يمكن أن يحدث ولو حصل يبقى دامش دان نادي الأهلي صاحب هذه الجائزة الكبيرة وصاحب هذا الأداء الإداري المتراكم والسابت كابتن محمود الخطيب أوفد كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة إنه يجتمع مع ميستر بيتش موسيماني ويقول له اللي حصل لا يتفق وسياسة العمل في النادي الراجل بمنتهى الوضوح والاحترام أبدأ اعتذاره بل عرض إنه يطلع في الإعلام يتكلم عن الاعتذار عن هذا الخرق غير المقصود كان الكابتن الخطيب لكابتن حسام غالي لا برضو ما يصحش الراجل يطلع يعتذر تفكرني بحاجات حفاظا على قيمة المدير الفني وعلى ضبط العمل نفسه شكرا مدام الأمر تم بيانه واستضاحه الإضاحة اللي انت قلت ده يقودنا إلى زاوية أخر طيب هي كانت المسألة شخصية لا لو أخذها ميستر بيتس موسماني الله أنت بتوجهني أخذها بشكل شخصي كنت تعرف إن العلاقة دي مش هتكمل لكن إدراك الراجل ده عمل مؤسسي وإن ده نظام النادي الأهلي اللي هيتطبع عليه وعلى غيره بالضبط مهما كان مين هو أدرك أن لا ده أنا أمشي بنظام النادي يبقى من الكسبان كل الأطراف طبعا كسبت مدير فني استطاع أن يستوعب صحيح نظامك علجت مشكلة وحجمتها ووجهتها في إطار نظامك وحفظت على تقاليدك بمنتهى الصرامة عشان ما يجيش حد يستغل للثغرة دي ويقولك أصل حصل هذا أمر كان ينبغي توضيحه أبل ما تخلش بقى فيه